تتواصل نشاطات مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى هندى دبيتنو حيث قامت المؤسسة صباح اليوم بتقديم المساعدات الغزائية للطبقات الاجتماعية الضعيفة تقرير مريم أبد الرحيم مرضح بهدف حماية أرواح المواطنين وتقديم العون اللازم لهم فقد جاء هذا الحفل التكريمي لأعضاء القافلة الطبية التي سيرتها مؤسسة القلب الكبير إلى مدينة سارة وذلك لتقديم علاجات لمرضى العيون وخلال تواجد القافلة هناك فقد تم تسجيل قرابط 6635 حالة مرضية وقد تلقى كل هؤلاء الفحوصات اللازمة كما حظي 804 شخصا على عمليات جراحية في العيون وخلال هذه المناسبة تم تقديم كلمات شكر وعرفان إلى راعية القافلة ومؤسسها عبر الهيكل الإداري لمؤسسة القلب الكبيرة ممثل جمعية العون المباشر هندي أحمد قدم شكره إلى الطرف التشادي واصفا إياهم بالكفاءة والخدمة وقدم تقديره وعرفانه إلى رئيسة مؤسسة القلب الكبيرة أما الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير ديلا لوسيان والتي بدورها شكرت جميع العاملين وخاصة الفريق الطبي إلى جانب السلطات الإدارية والمدنية بإقليم شعرية الأوسط وكذا السلطات الإدارية والأطباء للمستشفى الإقليمي بمدينة سار على هذه البادرة التي قدموها للمرضى تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة القلب الكبير قد نظمت قافلة طبية جابت معظم الأراضي الوطنية وذلك تضامنا مع الشرائح الضعيفة في المجتمع